اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أن محاولات تقويض الأمن لن تثني همة حكومة عقدت العزم على اجتثاث الإرهاب ومصر على أن لا تبقي له وطأة قدم على أراضيها مشددا سموه على أن تأمين الاستقرار واستدباب الأمن واجب على الحكومة تجاه هذا الشعب وهي لن تتأخر أبدا في الوفاء بهذا الحق تجاه الوطن وأبنائه وأن الأمن عندها مقدس لا أخذ ولا رد فيه وأن كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بأية محاولة لاستهداف الاستقرار سيكون تحت طائلة القانون والعدالة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإغضبية صباح اليوم نواب رئيس مجلس الوزراء وعددا من المسؤولين وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة محاصرة الإرهابيين وأن لا تترك أي ثغرة يمررون منها أفكارهم الهدامة التي تستهدف الأمن المجتمعي وتزاكي روح الفتنة والفرقة لافتا سموه إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت فضاء واسعا للمعلومات نحرص أن تكون منصة نعلامية لخدمة أغراض الوحدة الوطنية والتنمية والتطور لا أن تكون معبرا لنشر الرسائل التي تستهدف النسيج المجتمعي والترويج للأيدولوجيات المتطرفة وهذا ما ينبغي متابعته من الجهات المعنية والتجديد عليه وأكد سموه بأن أي أمر حينما يتعلق بأمن الوطن وشعبه وفهو ذو أهمية قصوى لا يمكن التغاضي عن جزء منه بسبب تلك الأصوات المسيسة التي تحاول قلب الحقائق والكيلة بمكيالين وتصنف ما يجري في بعض الدول على أنه إرهاب فيما يتغير هذا التصنيف بلدان أخرى وفق منظور ابتعد عن الحيادية والمصداقية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين تمد يدها بالتعاون لمختلف دول العالم التي تبادلها الحرص على إقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل وتتطلع مع بعض الدول التي توفر الغطاء للإرهاب في البحرين مراجعة مواقفها وسياساتها